خلف هذه السفوح تقع قرية الزرفير في حمص الغربي المحاصر منذ عام ونصف العام تقريبا حصار افضاء الاقتحام قوات النظام المدعوم بما يسمى جيش الدفاع الوطني القرية وتنفيذ اعدامات ميدانية بحق مدنيين حسب معلومات اولية بثها ناشطون من هناك عملية الاختحام جاءت بعد حملة عسكرية دامت قرابة شهر ونصف الشهر قال الناشطون ان النظام استخدم فيها مختلف انواع الصواريخ وعشرات البراميل المتفجرة وقذائف هون مع محاولات متكررة لاقتحام القرية ذات الاهمية الاستراتيجية فهي تشرف على الطريق الدولي الذي يربط بين المنطقتين الوسطى اي دمشق والمنطقة الساحلية تطورات المشهد في رف حمص الغربي تترافق مع مخاوف من حدوث مجزرة بحق مدنيين لا يزالون في بيوتهم في قلعة الحصن وقرية الزارة ويبلغ عددهم نحو خمسة عشر الفا يعيشون ظروفا انسانية صعبة في ظل الحصار جبهة اخرى مشتعلة في المنطقة الشرقية فبعد اعلان الجيش الحر سيطرته على القطاع الجنوبي لمطار دير الزور العسكري قصفت قوات النظام منطقة المطار التي سقطت بأيدي الثوار بالاضافة الى مدينة محسن واحياء اخرى في مدينة دير الزور فيما افاد الناشطون باستمرار الاشتباكات بين الثوار على معظم الجبهات في حلب لكن القصف بالبراميل المتفجرة كما يقول الناشطون استهدف الجبهة الجنوبية الشرقية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار وقالوا انها اسفرت عن سقوط قتلى وجرحة